اذا معارك ضارية دارت في الساعة الماضية هنا في المناطق الجنوبية من حمص استطاع عناصر الجيش السوري الحر بالدخول إلى كل من بلدات صدد وحوارين ومهين وقد تأتي هذه الخطة لرفع كفاءة ثواري في المنطقة وبدء فك الحصار كما يقال قمنا بتمشيط منطقة جنوبية من حمص لفك الحصار عن حياة حمص المحاصرة بدأنا من نمهين وحوارين وانتهينا بصدد هلأ كل هاي المناطق محرارة؟ كل هاي المناطق تحت سيطرتنا مساحات واسعة واشتباكات أوسع كلا لها الثوار بتحرير المدنيين من ميليشيات مستبدة تابعة للأسد أرسلت من بعد فقدانها المنطقة طائرات لتلقي بحمامها على كل من ساهم بالتحرير من مدنيين وغيرهم شو المعوقات اللي واجهتكن بتحرير هاي المناطق الواسعة من الريف الجنوبي من حمص؟ ما كان عندنا أي إعاقة كان دخولنا سهل على منطقة صدد حوارين مهين وكان عندنا تساهل من قبل المسيحي كتير إذن أغلبية مسيحية هنا التي ساهمت في التحرير متعاونة مع الثوار من جهة أخرى قصف عنيف طال المدنيين العزل الذين كانوا برفقتنا محاولين الفرار من مناطق الاشتباك إلى الملاجئ أزرعوا أزرعوا في خذيفتان يلا أزرعوا 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 بعد تحرير المنطقة من الجيش النظام الجيش بلش يقصف ويحاول يقتحم المنطقة ويدمر البيوت ويسرع البيوت ونحن نحاول نحمل مدنيين والأماكن المقدسة لأخواننا المسيحيين طيب الاشتباكات مازالت مستمرة؟ على أطراف المنطقة بس؟ بس الحمد لله رب الله ومنطقة كلها صارت محرارة؟ تم تحرير المنطقة بالكامل والله الحمد ممتاز إذن مهين وصدد وحوارين أصبحوا بيد الجيش السوري الحر لكن بعد ذلك تأتي الخطة لفك الحصار عن أحياء حمص المدينة محمد سوري للأورينج نيوز من مدينة صدد حمص حمص